نحن نقاتل إسرائيل نقاتل عدوا كافرا هذا جهاد لا شبهة فيه أصلا قتال المسلمين للكفار هذا لا شبهة فيه يتعين على الجميع ابن تيمية أظن ما فيش بعد هذا ابن تيمية يقول قتال الدفع هو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين وهو واجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أوجب بعد الإيمان من دفعه ويقول إنه لا يشترط له شرط يعني بعض الفقهاء اشترطوا شروطا يقول هو بل يدفع بحسب الإمكان وقد نص على ذلك العلماء وأصحابنا وغيرهم الدسوق المالكي يا مولانا يقول يتعين عليه ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو ولدا تخرج حتى المرأة للقتال في جهاد الدفع الصبي المطيق الذي يطيق أن يحمل السلاح يخرج ليقاتل أي ولي أمر بها؟ طيب وانتقال هذا الوجوب إلى الدول المزاورة مع وجود ولي أمر في الدولة المزاورة أيضا يشترط إذن هذا الولي هذه قضية مسافة القصر شوف يا مولانا مرة أخرى لترى كما قلت لك لا يتصورون الفقهة أصلا ويتكلمون دخول الكفار بلدة من بلاد المسلمين في هذه الحالة اتفق السلف والخلف فقهاء المذاهب الأربعة والفقهاء بأجمعهم المحدثون والمفسرون في جميع العصور الإسلامية حتى نبتت هذه النابتة اتفقوا مطلقا على أن الجهاد في هذه الحالة يصبح فرض عين على أهل هذه البلدة التي هجمها الكفار وعلى من قرب منهم كما قلنا بحيث يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها فإن لم يكفي أهل تلك البلدة أو قصروا أو تكاسلوا أو قاعدوا عن القتال يبدأ فرض العين بالتوسع على شكل دوائر الأقرب فالأقرب 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 فإن لم يكفوا أو قصروا فعلى من يليهم ثم على من يليهم ثم على من يليهم حتى يعم فرض العين الأرض كلها كل من عليها من المسلمين الفقهاء نظروا في هذا فقالوا هذا سنشترط له شروطا مثل شروط الحج ليس الحج لمن استطاع إليه سبيلا السبيل ما هو الزاد والراحلة فمن كان في آخر الأرض مثلا وليس له راحلة ماذا يصنع؟ يذهب ليقاتل مثلا قد تكون المسافة التي سيمشيها مثلا هي مسافة شهرين أو عام أو أكثر من ذلك فقالوا نشترط له شروطا اللي هي الزاد والراحلة هؤلاء يقسون الواقع الآن بذلك الواقع ويقول لك نحافظ على مسافة القصر ولا أدري ما بعدين النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم المسلمون أمة واحدة ربنا يخاطبنا على أننا أمة واحدة هذه الدولة القطرية الآن التي مزقوا بها المسلمين وجعلوها كل الأمم تتوحد كل الأمم تبحث عن المشترك نحن عندنا جميع المشتركات في الدنيا ونبحث عن الفرق ماشي لكن الآن هذه الدول القطرية الموجودة الآن هذا واقع الآن حديث موجود لا نقدر على إنكاره لكن هل هذا يلغي معنى الأمة أبدا ولي الأمر نفسه اللي يقول لك هو كل دولة قطرية فيها ولي الأمر ولي الأمر مخاطب بالجهاد مخاطب بهذا الوجوب الذي نتكلم عنه بل هو أكبر الآثنين بمن عنا منه ولي الأمر هذا أمتعهم غير مخاطب بفروع الشريعة ولا كيف يعني هو لما يقول لك لا يلزم فيه إذن ولي الأمر طيب لماذا لم يأذن ولي الأمر وهو واجب عليه يعني لو أن ولي الأمر لم يأذن لنا بالصلاة لا نصلي